بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم طلابي العزاء في مساق التحرير الصحفي نلتقي في هذا الفصل ضمن آلية التعليم الإلكتروني التي أقرتها وزارة التعليم العالي وكذلك جامعة الإسراء في إطار يعني انطلاق مساقات الفصل الدراسي للعام الجديد بالشكل الإلكتروني وكل الأمنيات ودعوات لكم بالسلامة لكم ولذويكم وإن شاء الله نلتقي قريبا بالتعليم الوجاهي مجددا داخل حرم الجامعة لكن في هذا المساق تحديدا كما أشرنا في المحاضرة التي التقينا بها عبر تطبيق الزوم نعود اليوم ضمن هذه المحاضرات لنبدأ في سياق المفردات التي اتفقنا عليها ضمن مساق التحرير الصحفي طبعا في البداية من المهم أن نشير إلى أنه بداية التطورات التي حصلت في ثورة الاتصالات لأن العقد الأخير من القرن العشرين والسنوات التي انقضت حتى الآن من القرن الواحد وعشرين كلها في مجملها تؤكد أن هناك ثورة كبيرة حصلت في الاتصال وهذه الثورة انعكست بشكل مباشر على مجالات الإعلام بشكل عام خصوصا وأنه كل الأدوات التكنولوجية التي ذهبنا باتجاهها والتي استطعنا أن نحققها أو التي تقدمنا بتحقيق اختراقات كبيرة فيها كلها بالمجمل أسهمت بشكل حقيقي في تطوير العمل الإعلامي بكل مناحيه لكن عندما نتحدث اليوم عن التحرير الصحفي باعتبار عملية التحرير الصحفي لبن أو مربع مهم بل غاية في الأهمية في العمل الإعلامي خصوصا وأنه يعتبر هو المصنع الذي من خلاله يتم إنتاج المضامين الإعلامية وفي كل المعايير والقيم والسياسات التحريرية التي تعمل من خلالها وسائل الإعلام باختلاف أنواعها سواء كنا نتحدث عن الإعلام المطبوع وحتى المسموع مرورا بالمرئي وصولا إلى العالم الإلكتروني والتفاعلي الذي نعيشه في هذه الأيام وهذه الثورة الجديدة التي أصبحنا نعيشها أثرت بشكل كبير على كل أدوات العمل الإعلامي وهذا التطور الذي ضربت تكنولوجيا أيضا كان له آثار مباشرة على العمل الصحفي وعلى العمل الإعلامي وكل أدوات العمل الإعلامي استفادت بشكل أو بآخر من التطورات التكنولوجية التي حصلت وهذه التطورات تم استثمرها بشكل حقيقي هذا التطور من المهم أن يكون واضح لدينا أنه لم يقتصر فقط على وسائل الإعلام بل امتد أيضا إلى الأشكال الفنية التي يقدم من خلالها المضمون هذه نقطة مهمة وغاية في الخطورة بمعنى أنه نحن لا نتحدث عن تطور يخص فقط الابليكيشنز أو الأدوات الاتصالية أو الأشكال الفنية التي تتم من خلالها عملية الاتصال والإعلام لكن نحن نتحدث أيضا عن التطور الذي واكب المضمون وهذه نقطة لها علاقة مباشرة بما جرى وبالتالي عندما كنا نتحدث عن الخبر القصير أو نتحدث عن الخبر الأيدلوجي اللي هو الخبر المرتبط بأفكار وبخلفية فكرية انتهى انتهى عصر العنوين الضخمة والصحافة التي كانت هي التي تتحكم في تزويد الجماهير هذا لم يعد موجود أصبحت مشارب أو أدوات أو القنوات التي تصل بالمعلومات إلى الجمهور لا تقتصر على الصحافة وهذا بفعل التطور المهم الذي حصل وهذا أيضا مرتبط ارتباط مباشر بأنه كان عندنا زمان ما كنا نشير له في حديثنا عن نظرية حارس البوابة لأنه الانترنت استطاع أن يكسر كل هذه القواعد وأن يزيل المساحات البينية التي كانت ما بين طرفي عملية الاتصال ما بين مرسل ومستقبل هذه المساحات تقلصت كثيرا وأصبحت الفروقات ما بينهم تختفي وبالعكس تماما أصبح هناك تباذل للأدوار بمعنى أنه أصبح المستقبل أصبح كذلك هو مرسل في كثير من المحطات وفي كثير من الأعمال لذلك لا نستطيع أن نقول اليوم أنه تبقت أو بقيت الصحافة باعتبارها مصدرا حصريا للمعلومات وإنما أصبح هناك تنوع في هذه المصادر هذا كله يدفعنا إلى أن ندرس اليوم الواقع الذي تعيش هذه الصحافة وأن نمر كذلك بالتأسيس لنطلق بأساساتنا من العمل التقليدي لوسائل الإعلام وكيف بدأنا عمل الخبر وكيف ركبناه فنيا وما هي القوالب التي استندنا في صياغتنا التحريرية على الكتابة لها لذلك سنبدأ في مساقة التحرير الصحفي بفن من فنون العمل الإعلامي أول أشكال أو أهم أشكال يكد يكون هو الأهم أشكال الفنون الإعلامية وهو الخبر الصحفي لذلك إذا استوعبنا وأن هذا الكلام الذي أشير إليه مهم جدا وأرجو أن يكون واضح لديكم يجب أن يكون واضح لكل من يدرس مساقة التحرير الصحفي واحد أن الخبر الصحفي هو أول فن صحفي إذا أتقنته ستتقن باقي الفنون بشكل جيد إذا تجاوزت هذا المساق دون أن تحقق فائدة في كتاب خبر صحفي بطريقة مهنية سليمة فأنت ستعاني في كل الفنون اللاحقة وبالتالي يجب أن ندرك أن الخبر الصحفي هو سيد الفنون الإعلامية إيش يعني سيد الفنون الإعلامية؟ سيد الفنون الإعلامية بوضوح هو الذي نقصد به أنه هو الذي يمكننا لاحقا من أن نطوره وأن نصل إلى فنون جديدة في الحالة العربية وهذا مهم لأنه نحن في دراستنا للإعلام دائما ما نستند إلى النظريات الأجنبية لكن أيضا في هذا المساق سنمر على المدرسة العربية في التعامل مع الخبر الصحفي لذلك سيكون هناك لدينا العديد من المحطات التي سنتناولها لها علاقة بأهمية الخبر بمفهومه بسماته والسماته مهم أن تكون واضح لديكم أن سمات الخبر الصحفي تختلف سمات الخبر الإذاعي تختلف عن الخبر الإعلاء المرئي عن الخبر الإلكتروني لذلك سندرس السمات باختلاف أنواع هذا الخبر سندرس القيم الخبرية إيش يعني قيم خبرية ماذا نقصد بقيم خبرية ما هي القيم الخبرية والقيم الخبرية بالمناسبة هي التي يعني هي التي تعطي وزنا للخبر يعني أنا أرى أن هذا الخبر مهم هذا الخبر أقل أهمية هذا الخبر الأقل أهمية وبالتالي سنركز على أيضا القيم الخبرية في الجزء اللاحق من المساق سنذهب باتجاه عملية التحرير كيف سنكتب الخبر للصحف الإلكترونية والأنماط الجديدة في التحرير الخبر وإن شاء الله نتمكن كذلك من المرور على أخلاقيات كتابة الخبر لأن هذه مسألة في واقعنا الفلسطيني تحديدا نحن بحاجة إلى أن نوليها اهتمام وبتقدير أن لديكم مساقات ستكون متخصصة في هذا المجال لكن سنعرج على هذه المسألة لأهميتها ولدورها في أن يكون لدينا وعي في كيف يتشكل الخبر وما هي المعايير والقيم التي نسعى إلى أن تتصف بها أخبارنا وفي ذات الوقت أن نحافظ على أخلاقيات نشرنا هذه مسائل كانت توطئة تمهيدية لحديثنا عن الخبر الصحفي طبعا الفصل الأول الذي سنناقش فيه تطور الخبر والخبر في أصر الكمبيوتر الخبر الإلكتروني الخبر وباقي الفنون الصحفية العلاقة بينه وبين الفنون الصحفية الأخرى سنقارن ما بين الخبر والتقرير ما بين الخبر والتحقيق ما بين الخبر والقصة ما بين الخبر يعني كل أشكال العمل الإعلامي بمقارنتها بالخبر سنمر عليها في البداية سنطلع على وظيفة الأخبار سيكون لدينا اطلاع مباشر في مظاهر الاهتمام بالخبر سيكون لدينا أيضا مساحة في الفصل الأول لنفرق ما بين الخبر المطبوع والخبر المسموع وسنخدم حديثنا في الفصل الأول عن الخبر والصحافة الحديثة طبعا زي ما اتفقدنا أنه الخبر يعني قبل أن نذهب بنقاشه بشكل متتالي مهم أن يكون لدينا وضوح في الحالة الزمنية التي توصل إليها أو وصلنا أو تمكن الخبر من أن يصل إلى عالم الصحافة وهذه المسألة أنه إحنا لم تظهر لدينا الصحافة المنتظمة أقصد بالصحافة المنتظمة دورية صدورها لم نصل إليها دفعة واحدة إنما مرينا أو استطعنا أن نصل إلى هذه الحالة عبر مراحل متعاقبة وكان فيه أن الصحافة المنسوخة والخبر المنسوخ وكان عندنا بعض الأشكال لصحافة مطبوعة كان بيتم طباعة الأخبار على ورق بشكل منفصل هذه الأوراق كانت تضمن أخبار كانت تضمن حوادث كانت تضمن إعلانات كانت بعض المنشورات المهمة لكن هذا لم يكن لديه انتظام في الصدور انتظام في الصدور ماذا نعني بانتظام في الصدور؟ الانتظام في الصدور هو مناط صدوء بالدورية اليوم عندنا مثلا في صحفة بتصدر بشكل يومي منقول عليها دورية الصحيفة يومية عندنا صحفة بتصدر بشكل نصف أسبوعي يبقى دوريتها نصف أسبوعية عندنا صحفة بتصدر أو مجلات بتصدر بشكل فصلي وهذا المقصود بالدورية المنتظمة يبقى من أهم الصفات التي نعيشها في عالم صحافة اليوم هي دورية الصدور الآن إحنا قبل عالم أو الوصول إلى حالة الدورية في الصحف كنا بنشهد الصحاف المنسوخة والخبر المنسوخ ويعني لما ظهرت الأخبار المطبوعة ما تمكنت فجأة من إنها تنهي على الأخبار المنسوخة وخد بالكم الأخبار المنسوخة كانت المستفيد منها بعكس اليوم لم يكن يستفيد منها كل المجتمع وإنما الخبر المنسوخ لقيمته لارتفاع تكلفته كان اللي بيستفيد منه أنه بلاء التجار أصحاب النفوذ مقابل كان بيدفعوا أجر عالي مقابل الحصول عليه وبالتالي الخبر المطبوع ما قدر مرة واحدة يقضي على الخبر المنسوخ وهذه العملية ظلت مستمرة الخبر المنسوخ والخبر المطبوع مع بداياته لغاية القرن السابع عشر ظلت العملية موجودة طبعا أسباب هذه الحالة التي عشناها أنه الخبر المنسوخ استمر مع بداية الخبر المطبوع أنه كان عندنا مجموعة من الأسباب السبب الأول والأساسي تأسيس المطابع تأسيس المنطابع وانتشارها في كل مكان كان بيحتاج إلى تمويل مالي كان بيحتاج إلى وقت طويل وفي البداية كان هناك احتكار كلمة الاحتكار دائما في حديثنا الإعلامي ستمر علينا كما نتحدث عن الدورية في مفاهيم يجب أن تكون واضحة في أدهان طوال مسار حديثنا في العمل الإعلامي الآن أنا أتحدث عن الاحتكار المطابع في بدايتها كانت تحتاج إلى تمويل عالي كانت غير منتشرة كانت تحتاج إلى وقت طويل لتأسيسها وكان هناك احتكار بمعنى أن السلطات المدنية كانت محتكرة في الغالبية الحال كانت موجودة في المدن الأوروبية في بداية انتشار المطابع أيضا من الأسباب أن النبلاء وأصحاب النفوذ كانوا يفضلون الأخبار المنسوخة عن الأخبار المطبوعة لماذا؟ لماذا أنا كرجل لحضوري في المجتمع في الفترة الزمنية السابقة والذي نتحدث في القرن الستاش والسبعتاش هذا الكلام كان النبلاء حريصين على أن يستمر وصول الأخبار عبر الخبر المنسوخ لأنه كانت تكتب لهم بشكل خصيص يعني الخبر كان بنكتب للتأجر سين من التجار بشكل معين وبالتالي كان يشعر بأهميته وبخصوصيته أما الأخبار المطبوعة فأصبحت فيه متناول كل الشعب وبالتالي لأنه انخفض سعر هذا الخبر رخص قيمته فكان النبلاء لا يفضلون الأخبار المطبوعة وكانوا يفضلون الأخبار المنسوخة لأنها تمكنهم من احتكار المعلومات واحتكار المعلومات يعني الوصول إلى الخبر قبل الغير وبالتالي هذا يؤثر على مناحي التجارة بشكل مباشر ويعمل على زيادة استثمار هؤلاء التجار أيضا المطابع كانت في بداية عملها تحظى برقابة السلطات بشكل شديد على عكس الأخبار المنسوخة السلطات المدنية التي كانت تحكم كانت تتابع هذه المطابع بشكل دقيق وكانت تفرض رقابة هو بالمناسبة كان فيه رقابة على الأخبار المنسوخة لكن لم تكن درجة الرقابة على الأخبار المطبوعة بقدر ما كان موجود على الأخبار المطبوعة كان مثلا يدعي من الحوادث التي مرت حتى تكون هذه شواهد تستطيع من خلالها أن تقرأ التاريخ إمبراطور أسبانيا مثلا كان عاقب أحد الناسخين وقطع يده وانتزع لسانه وشنقه وعلق لوحة على جثمانه وكتب عليها كذاب ومنافق وكمان كان بيتم تعذيب التجار وتقييد تجار أقصد تجار الأخبار كان يتم تقييدهم بالسلاسل وجرهم على الأرض فبعنى ذلك أنه كان في رقابة كمان على الأخبار المنسوخة لكن الذي حصل مع المطابع أنها أصبح هناك قدرة أعلى على الرقابة على السيطرة وبالتالي تعرضت المطبعات والمطابع للرقابة الشديدة من قبل السلطات في كذلك كمان الأخبار المطبوعة الأخبار المطبوعة التي وصفناها بأنها أرخص بالمقارنة بالأخبار المنسوخة هذه العوامل كلها جعلت أنه استمرار الخبر المنسوخ جنبا إلى جنب مع الخبر المطبوع يعني هذا خلى في بداية القرن الثمنتاش أن يصبح الخبر المطبوع هو الذي يحظى بالانتشار الواسع طبعا في بداية الثمنتاش قرن الثمنتاش أقصد لماذا في بداية القرن الثمنتاش؟ لأنه كان بدأت الانتشار للمطبعة المطبعة لما انتشرت ماذا يعني؟ أصحاب المطابع أصبحوا يصدرون نشرات إخبارية مطبوعة حصل بعد ذلك تطور السبب الثاني حصل تطور أرجو أن تركزوا في الأسباب لأنها أسباب مهمة السبب الثاني حصل عندنا تطور كبير في الطابعة في آلة الطباعة الضخمة ومكنت الصحف اليومية من طباعة شوفوا الرقم عادي الآن نحن نتحدث في قرن الثمنتاش عن أنه أصبح هناك إمكانية لطباعة صحف يومية بكميات تصل إلى سبعين ألف نسخة في اليوم وحصل التطورات في آلة الطباعة متلاحقة ومتعاقبة أيضا من الأسباب التي عملت على انتشار الخبر المطبوع أنه راجت النشرات الإخبارية المطبوعة لأن الشعوب الشعوب وليس النبلاء والتجار وأصحاب النفوذ الشعوب أصبح لديها شغف في معرفة الأخبار تطورات الأحداث بالذات الأخبار التي لها علاقة بالاكتشافات البحرية كان في حروب تحصل في وسط وشرق أوروبا وكان مجمل الدول الأوروبية تشارك في هذه الحروب فبالتالي كان فيه شغف للمتابعة احنا أحيانا عندنا بحصل أي تطورات سواء تطورات ميدانية أو سياسية بنلاقي حالنا أو اليوم نحن نعيش في حالة جائحة كورونا بنلاقي عندنا شغف الوصول إلى المعلومات ومتابعة المعلومات وبالتالي هذا الذي دفع الناس في البدايات كذلك إلى الاهتمام بالخبر المطبوع على مستوى الشعبي لمتابعة الأخبار أيضا من الأسباب اللي دفعت وطورت أنه كان فيه تطور في آلية البريد البريد شوفوا الآن إحنا بنحكي على وسائل اتصال لها علاقة بنقل المعلومات البريد تطور وبعد أن ظهرت المطبع وتطور البريد أصبح هناك قدرة اللي بأطبعه في المطبعة أعمل على نشره وبالتالي التوزيع بدل ما كان في مستوى ضيق أو في مستوى محلي أصبح في مستوى أوسع ولذلك إحنا الصحف اليوم الصحيفة اللي بتطبع مليون نسخة بزي الصحيفة اللي بتطبع عشر تلاف نسخة الصحيفة التي توزع في كل أقطار الدول العربية وتصل إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى شرق آسيا ليست كالصحيفة التي لا تستطيع أن تصل مثلا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وهذا كله بالمجمل يجعل أو يعطي هذه الصحف حجمها أو وزنها لذلك البريد عندما تطور لأنه استخدم البريد في شبكة التوزيع في توزيع الصحيفة تطور البريد ألقى بظلال مباشرة على تطور الصحافة مع التأسيس على نقطة المطبعة أيضا من الاكتشافات اللي بدأت تتعاقب وتتطور وتؤثر كل كل اكتشاف يؤثر في الآخر كان عندنا الظهور إلى السكك الحديدية تطور السكك الحديدية ساهمت في نقل الصحف بين المدن في وقت قصير وبالتالي أصبح هناك قدرة على المحافظة على الدورية التي تحدثنا بها حتى وإن كانت الدورية اليومية أنه أنا أتمكن من النقل بشكل يومي عبر القطار ووجود الشبكة هاي شبكة القطار ما بين الدول والذي يساهم في انتشارها وحتى على المستوى المحلي عندما يكون هناك قطار متاح للتنقل بين المحافظات يصبح هناك قدرة على الانتشار وعلى التوسع يبقى احنا حكينا عن المطبعة حكينا عن البريد وحكينا عن القطار بالمجمل نطبع عداد كبيرة بفعل الطابعة اتمكننا من النقل بسرعة بفعل البريد صار عنا شبكة قطار ننقل من خلال هذا القطار هذه المطبوعات وهذه الدوريات بشكل سريع هذا بيقودنا الان الى لانه مر علينا هذا المصطلح بيقودنا الى ان نذهب الان الى النشرات الاخبارية الصحافة قبل ان تظهر بمفهوم الحديث بمفهوم الحالي اللي هو اتفقنا عليه مفهوم الحالي انها مطبوع يصدر بشكل منتظم ظهر قبل هذه الصحف عندنا مصطلح اسمه النشرات الاخبارية يبقى المصطلح الذي سبق صدور الصحف اسمه النشرات الإخبارية النشرات الإخبارية في ظهور الصحف في بداية ظهور الصحف لا نقصد بالنشرات الإخبارية اليوم نسمحها في الإذاعة أو في التلفزيون وإنما نقصد النشرة الإخبارية التي سبقت ظهور الصحيفة ذات الدورية أو الصحيفة وفق واقع العصر الحديث الذي نعيشه هذه النشرات تطورت لاحقا وأصبحت صحف الحاصل في النشرات أنه كان بيحصل تغير في أسمائها كان عدم ثبات في أسمائها اليوم الصحيفة كذلك غير الدورية مثلا اليوم الصحف الفلسطينية اليومية التي تصدر في فلسطين عمنا صحيفة القدس الأيام الحياة فلسطين لاستقلال عمنا خمس صحف تصدر بشكل يومي في الأراضي الفلسطينية الآن هذه الصحف لها أسماء من يوم ما بدأت تعمل وهي بهذه الأسماء النشرات الإخبارية ما كانتش عندها غير الدورية ما كانش عندها كمان الحفاظ على الاسم كانوا أصحاب النشرات الإخبارية ما كانش عندهم ثبات في إصدار الاسم وكان في عدم انتظام في الدورية لكن أهمية هذه النشرات أنها هي التي مهدت لصدور الصحف يبقى إذا أردنا أن نؤسس أو أن نكون مقارنة ما بين النشرات الإخبارية وما بين الصحف نستطيع أن نقول أنه الفرق الجوهري والأساسي ما بين الصحف والنشرات الإخبارية أنه النشرات الإخبارية كانت لها أسماء يتم تغييرها بشكل متعاقب لأنه أصحاب لم يكن يعطوا هذه النشرات اسما دائما النقطة الثانية في الخلافة التي كانت موجودة مسئلة الدورية الدورية لم يكن هناك التزام بدورية صدور النشرة يعني ما كانت يجب تطلع مثلا كل أسبوع أو كل أسبوع أسبوعين لا حسب ما يتوفر من رغبة ومن معلومات وبالتالي هذا هو الذي كان يجعل هذا الواقع يختلف من الدورية إلى الصحيفة لكن في نفس الوقت من المهم التأكيد على أن الصحف اللبنة الأولى والأساسية لها كانت هي النشرة الإخبارية يبقى النشرة الإخبارية هي المحطة التي سبقت تكوين الصحف النشرات من المهم كمان ونحن بنحكي عن نشرات نكون فهمين أنها اعتمدت على نشر الخبر يبقى كان المكون الأساسي للنشرات مش تحقيق صحفي لا ما كانش تقرير كانت النشرات تعتمد على الأخبار وكان بعضها يصدر كل ست شهور بعضها يصدر كل شهر بعضها الآخر يصدر كل سنة يبقى ما كانش في عملية انتظام حسب قرار صاحب المطبع اللي هو كان صاحب النشرة طبعا بعض النشرات كانت تصدر بطلب من الملوك مباشرة يعني الملك كان يعني يصدر هذه النشرات وكان يرقص اصدار هذه النشرات زي ما كان حاصل في إنجلترا يعني في إنجلترا كان الملك يرقص اصدار النشرات الإخبارية وكانت في الغالب معظم هذه النشرات بتتعلق بالأسرة المالكة بتتعلق بتفاصيل تخص حياتهم الاجتماعية والشخصية أنباء زواجهم وفياتهم الحوادث الداخلية لأنها كانت بتحظى باهتمام بالإضافة إلى أخبار الكوارث زي مثلا أخبار زلازل أخبار أوبئة جرائم هذا كان بتمر فيها لكن أيضا كان فيه طرق لتوزيع الأخبار على القراء في القرن السابع عشر هنا هذه المسألة أرجو أن تحظى باهتمامكم لأنها موضع اهتمام عندي وعند كل من يدرس أو يماهد الطريق لدراسة الخبر وتحرير الخبر توزيع الخبر عن القراء في القرن السبع عشر كان فيه طرق متعددة الطريقة الأولى الرسائل الإخبارية المنسوخة التي كانت بمقابل مادي يعني النبلاء لأن أنا بحكي عن منسوخ النبلاء وأصحاب النفوذ والملوك والأمراء والتجار بيحصلوا عليها بمقابل مادي كانت تنسخ هذه الرسائل سميتها الرسائل الإخبارية المنسوخة الطريقة الثانية المكاتب الإخبارية المركزية والفرعية طب هذي وقت الظهرت؟ ظهرت في أوروبا في القرن الرابع عشر إيش يعني مكاتب إخبارية؟ إيش يعني مكتب إخباري مركزي؟ إيش يعني مكتب إخباري فرعي؟ هذه المكاتب تشبه في عملها وكلات الأنباء الحالية وكلات الأنباء اللي في عصرنا الحديث بمعنى أنه كان يتم تشكيل وتكوين مكتب متخصص إيش مهمات هذا المكتب؟ بيجمع الأخبار من أكثر من مكان بيعد الخبر بيحرره بيكتبه بيضيف تفاصيل عليه وبعد ما بيخلص كتابته بيقوم هذا المكتب نفسه بيوزعه على من طلبها يعني بيكون هو معلن وبالتالي اللي بيطلبها من رجال سياسة أو تجارة بمقابل مادي بتروح لهذه النشرة الإخبارية كان في عدنا في مكاتب إخبارية مركزية وفرعية كانت منتشرة في أوروبا بدأت تنتشر في القرن الرابع عشر لكن مع انتشار المطابع في أغلب المدن الأوروبية أصبح هناك تداول في انتشار النشرات الإخبارية تطور آلات الطباعة باختلاف أنواعها مكنت المتابعين من أنه يكون عندنا انتشار ومتابعة للصحف اليومية كان بيتم نقاش وعرض أخبار تحدثنا عن أمثلة منها راح نروح إلى مسألة جمع الأخبار مسألة نقل الأخبار طبعا كانت الطرق بداية أن أنا أجمع الخبر وأنقله سواء كان عبر أدوات النقل اللي كانت تعتمد على الكائن الحي يعني كان يتم الاعتماد على الخيول والدواب في نقل الأخبار حمام الزاجل كان بيتم الاعتماد عليه وبعد ظهور البريد وأشرنا إلى مسألة البريد أصبح يتم استخدام البريد في نقل وتداول الأخبار بالمناسبة شوفوا إحنا تحدثنا أكثر من لرة عن البريد وبالتالي أصبح هناك أهمية للبريد لذلك أصبح مدير البريد له سلطة ليش؟ لأنه هو الذي ينقل وبالتالي هو اللي بتحكم في التدفق بين الداخل والخارج أنا اللي بستقبل من الكل في الغرف المركزية والفرعية المكاتب المركزية والفرعية اللي أصبحت في أوروبا أنا اللي بستقبل من الشبكة التي تعتها وأنا اللي برجع بوزع لرجال الأعمال والنفوذ والسياسة اللي كانوا بيطلبوا بمقابل مادة هذه النشرات وبالتالي أصبح لدي نفوذ أكثر من ذلك كانت تسمى النشرات أحيانا بأسماء لها علاقة بالبريد وبأدوات البريد فكان هناك تأثير مباشر لجماعة البريد وأصبح هناك علاقة تربط رجال البريد برجال السياسة برجال المال والأعمال وأصبح بعد ظهور الصحف المطبوعة كان هناك احتكار من قبل مديري البريد لتوزيع الأخبار ويمكن أن نقول أن وسائل جمع وتوزيع الأخبار قبل القرن العشرين كانت تتحدد فيه هذه النقطة سأختم فيها حديثي في محضرتنا الأولى كانت قبل القرن العشرين يمكن أن نحدد وسائل جمع وتوزيع الأخبار في التالي أولا أحد الناس اللي كنا نعتمد عليهم تجار الأخبار والمكاتب الإخبارية تجار الأخبار والمكاتب الإخبارية كانوا مسؤولين عن جمع وتوزيع الأخبار اثنين مديري البريد كانوا بيوزعوا الأخبار والرسائل الإخبارية ثلاثة البريد كان بينقل الأخبار والرسائل الإخبارية أربعة الخيل والحمام الزاجل كانوا عبارة عن وسائل نقل كان عندنا يعني في تكنيك مستخدم له علاقة بالمرايا وإضاءة الأنوار لأنه كان على رؤوس الجبال كانت تنتشر هذه المرايا وكانوا بيستخدموها للإسراع في عملية النقل من خلال شفرة ضوئية خاصة بمعنى أنه كل إشارة ضوئية كان لها دلالة ولها معنى وبالتالي كان يتم من خلال هذه النقل هذه كان بنقول عليها وسائل جمع ونقل أخبار لكن هذا مهم يكون واضح لديكم أنه هذا كان قبل القرن العشرين طبعا حصل تطور لاحق الآن في البريد حصل تطور في وسائل النقل العربات سكك القطار حصل في البواخر تطور النقل عبر البحار أقصد وجاءت مجموعة من الاختراعات عندنا اختراع تيليغراف كان تطور مهم لأنه أصبح هناك قدرة على تغطية مساحات كبيرة بل هائلة من المناطق بصورة آمنة بصورة منتظمة بصورة سريعة وهذا كان يعمل على فعالية انتشار الأخبار طبعا الثورة الاتصالية اللي شهدها العالم في النصف الثاني من القرن التسعتاش بعد النصف الثاني من القرن التسعتاش مطلع القرن العشرين بالمناسبة يجب أن يكون واضح لدى جميع الطلاب كيف احنا بنحدد القرن؟ لما أقول احنا في القرن واحد وعشرين يبقى احنا ألفين وكذا القرن العشرين ألف وتسعمائية وكذا هذه أرجو أن تكون واضح يعني أنا ما بحكي الآن مطلع القرن العشرين حصل لدينا ثورة في الاتصال يعني مطلع الألف وتسعمائية خلاص؟ مننزل رقم من رقم الآلاف مننزل من آخر خنتين من اليسار مننزل رقم بدل القرن العشرين بتصير ألف وتسعمائية هذا أرجو أن تكون واضح لأنها مسألة فنية وأحيانا كثيرة يحصل فيها لبس عندكم هذه الثورة الثورة الاتصالية التي حصلت عملت على تطور الأخبار ونقلها بشكل سريع بشكل سريع بس هائل سرعة يعني كبيرة جدا وبالتالي كان في قدرة على نقل الأخبار إلى مقار الصحف أيضا من أهم الاختراعات التي واكبت هذه الثورة هو اختراع التليفون ومن بعد التليفون الراديو بقى احنا حكينا عن ثلاث اختراعات أثناء هذه الثورة قبلها أو خلالها وخضمها حكينا عن التليغراف حكينا على التليفون حكينا عن الراديو طبعا التليغراف والتليفون يعني جاءوا بشكل متتالي جاءوا بشكل متتالي ضمن هذه الثورة الاتصالية لكن مهم أن نكون فاهمين أن الراديو ساهم في نقل الأخبار إلى أماكن بعيدة ليش؟ لأنه باستخدام الإشارات التليغرافية أو حتى الصوت باستخدام الإشارات التليغرافية أو حتى الصوت يعني أصبح هناك قدرة على النقل عبر الراديو وبالتالي لغاية سنوات قريبة بل لغاية اليوم هناك من يعتمد على الراديو في عملية النقل في البث وفي الإرسال وفي تقديم الأخبار وبالتالي تقنية الراديو كانت يعني عامل مهم في تقليص المساحات لغاية ما أصبح هناك قدرة على نقل المعلومات بشكل ميسر طبعا أصبح لاحقا عندنا الحاسب الآلي وأصبح عندنا الخبر في عهد الخبر في الحاسوب عصر الكمبيوتر طبعا ظهور الكمبيوتر هو الذي عمل على مجموعة من التطورات اللي لها علاقة بالمستوى المادي وبالمستوى الفني وحصل هناك عملية منافسة شديدة بين وسائل الإعلام الإلكترونية والوسائل التقليدية كل هذا كان بفعل الكمبيوتر لأنه أصبح هناك انتشار كبير وتداول على مستويات الأفراد والجماعات والمجموعات والشركات وغيرها من المراكز التي كانت تختص بالمتابعات حصل أيضا التطور أثر على الإخراج إخراج الصحف إخراج الصحف تطور كثيرا بفعل الحاسب الآلي أيضا الشبكات وربط أجهزة الحاسوب بعضها ببعضها أيضا أتاح إمكانية كبيرة لتداول المعلومات لمعالجة المعلومات لإعادة بث المعلومات للتواصل مع المساحات البعيدة ومع الجغرافية البعيدة بشكل ميسر طبعا لما انتقلنا إلى الكمبيوتر أصبح هناك قدرة على نشر عبر الإنترنت عبر شبكة الويب وبالتالي نشرنا عبر شبكة الويب أدىنا امتيازات جديدة أهمها أنه صار عندنا خفض للتكاليف إحنا الورق كانوا عندنا تكاليف الإنتاج الصحيفة عبر الأدوات التقليدية كانت عالية حتى كثير من الصحف والمجلات بسبب التكلفة خرجت من بيئة صناعة النشر وسميها بيئة صناعة النشر لأنها كانت تكلفة عالية وبالتالي لما دخل الحاسوب قلل من هذه التكاليف المتزايدة أيضا نقل المعلومات والأخبار عبر الوسيط الإلكتروني أسرع من الوسيط الورقي المطبوع فالمعلومات التي تحتويها الصحيفة مثلا الورقية بدها تكون قديمة بالحد الأدنى بالحد الأدنى 12 ساعة هذا حسب النظام اللي كان متاح بفعل الحاسب الآلي يبقى الصحيفة الورقية تكون المعلومات فيها قديمة 12 ساعة على الأقل والمقالات التي تنشر في المجلات غالبا ما تكتب قبل النشر يعني بثلاثة أشهر خلاص هذه في المجلات يبقى إحنا استطاعنا عبر الحاسب المهم هنا اللي أنا هختم فيه قبل ما أتفق معاكم على عنوان المحاضرة القادمة اللي هننطلق فيه كان أصبح هناك قدرة على الطباعة للصحيفة الورقية بفعل الحاسب الآلي خلال 12 ساعة هذا رقم كثير متقدم هذا رقم عمل نقل نوعية في العمل الإعلامي الصحفي بتمنى لكم في نهاية هذه المحاضرة التوفيق إن شاء الله إحنا بنتابع محاضراتنا بهذه الآلية نتناقش لاحقا عبر الزوم في أي قضية مثار استفساراتكم وردت خلال المحاضرة وبتمنى أن تتابعوا معي بشكل منتظم رح أحافظ على قنوات الاتصال معكم عبر البوابة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لجامعة الإسراء كل التوفيق لكم في مساق التحرير الصحفي مساق كثير مهم رح أكون حريص على توفير إجابات لكل استفساراتكم بتمنى لكم كل التوفيق والسلامة لكم ولذويكم وكل عمون تبخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته